عقد المجلس القومي للمرأة فعالية لإلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات خاصة في فلسطين والسودان وتتزمن الفعلية مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينية كما تأتي الفعلية في إطار حملة كوني التي يطلقها مجلس الأمن الدولي من 25 نوفمبر حتى 10 جهر ديسمبر كل عام وللمزيد من التفاصيل يطلعن عليها مراسل التلفزيون المصري محمود جميل سهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين نحييكم من داخل المجلس القومي للمرأة حيث نتابع معكم فعليات الحملة التي أطلقها المجلس منذ أيام لمناهضة العنف ضد المرأة على مدار 16 يوما تحت عنوان كوني هذه الحملة التي تسلط الضوء أولا على الدورة التي تقوم به المرأة والأنشطة التي تقوم بها في المحافظات المختلفة وثانيا أيضا التأكيد على مناهضة العنف ضد المرأة كأحد أهم أولويات والملفات الهامة داخل المجلس القومي للمرأة لكن اليوم كنا بصدد فعالية هامة وهي العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات وتحديدا الحديث عن العنف الذي يمارس ضد المرأة الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأيضا ما يتم في السودان وأيضا ممارسة العنف ضد المرأة السودانية اليوم كانت هناك أيضا كلمة هامة لممثلة الاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة التي وجهت فيها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل الجهود التي يقدمها عودة إليكم مرة أخرى